تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد مباراة برشلونة وقلتش المباراة اللي كان كل شيء بشيره هتكون سهلة رغم من الإرهاق البدني اللي صاب برشلونة نتيجة عدد المباراة الكثيرة لكن السهولة كانت نتيجة انه قلتش فريق محدود القدرات تماما تقريبا ما عنده اي لاعب تخاف منه نتائجه سيئة للغاية أفكاره محدودة فأنت كنت تتوقع انه برشلونة يفوز وفعليا اليوم رغم انه النتيجة بينات ضيقة المباراة بتفاصيلها بتظهر انه مباراة سهلة بدأ برشلونة بأربعة ثلاث ثلاثة جريزمان برايت ويت دملي في الهجوم وخط الوسط الثلاثي المثالي اللي وصاص اللوكومان في فترة أخيرة ومنجزة على اليمين وأم تيتي بياخد الفرصة الأساسية بجانب أراقه وألبا تشكيلة كانت متوقعة طبعا باستثناء مفاجأة أم تيتي اللي حنرجع ونتكلم عنها برشلونة في البداية دائما في تساؤلات وين حيلعب دمبلي وين حيلعب برايت ويت لا دمبلي راح يمين برايت ويت راح يسار الجهة اليمين برتاح فيها دمبلي بشكل أفضل دائما بحب يأدي هناك ويدع استعرض مهاراته بشكل أوضح في حين برايت ويت احتاج بدري عشان يمله أكثر ويربط ما بينه وما بين قلبه في فترة كبيرة على الجهة اليسار شكل برشلونة واضح أفكار وبلشت تتضح بعد شهور مع كومان حافظ طبعا كومان على فكرة بدري وديهم للهيجومية جدا أنهم بيتقدموا ويكونوا دائما خيارات في الثلث الأخير ما يكونوا متأخري وهذه الفكرة من أول ما طبقها كومان تحسن كثير برشلونة من الناحية الهيجومية حتى من ناحية الشخصية في الملعب صور تشعروا أن مصدر خطر للخصوم مش عم بيستنى دائما وخائف هذا الفرق كثير وحافظ عليها اليوم شفنا بيدرب أكثر من مرة على طرف الثمنتعشر وبكون صاحب تمريرة باتجاه المرملة لعب مباشرة أو تمريرة مفتحية للأطراف تكون بعديها العرضية اللي ممكن يكون منها الخطورة بس قلتشي صراحة دخل اللقاء باستراتيجية دفاعية محكمة هو عارف أن برشلونة مرهق من كثرة ومباريات وبالتالي عارف أن الرتم شوي حيكون بطيء فدخل بأفكار متعددة أول فكرة فيهم أنا حلعب أربعة خمسة واحد لما تكون معيش الكرة وخمسة واحد هذه يعني الواحد فعليا خلف نصف الملعب وبالتالي في أربعة وفي خمسة بينهم المسافات قليلة جدا وهدول الخمسة كانوا دائما عم يمنعوا التواصل ما بين خط وسط برشلونة ومهاجمينهم فأخرجوا جريزمن وبرايتويث من المعادلة تقريبا هذا التكتل الدفاعي أيضا ساهم أن برشلونة يهدد أول مرة في الدقيقة 20 من ركلة حرة غير مباشرة والتهديد الثاني أيضا كان من ركلة حرة غير مباشرة لأن برشلونة قدر يوجد المعادلة المنطقية عشان يقدر يوصل الكرة الثلث الثالث وهذا شفناها بآخر ربع ساعة رفعوا الرتم شوي وهذا الهدف اللي جاء طبعا نتيجة خطأ من قطع دفاعية ومكتابعة ديونغ الفكرة الثانية الدفاعية اللي دخل فيها إلشي اللي هو أنا لازم أضغط بكثير على ديمبلي دايما ديمبلي كان معها ثلاث ليش؟ لأنه على الملعب هو الوحيد اللي خياره بالكرة الفردية عالي جدا هو الوحيد اللي بيقدر يدخل ويفكك هذا التكتل الدفاعي فكانوا دايما حطي له الثلاثة عنده مستفدين من إنه من جهزة مش ظهير أيمن وبالتالي ما بخوفش فكان دايما هنا فيه هدي الفوضى اللي بتصير حول ديمبلي المشكلة هون كان عند برشلونة كان فيه مشكلة لما يسحب ثلاث لعبين ديمبلي المفروض المساحة توفرت في مكان آخر ما كان فيه فكرة أو نهج خليني أحكي يقدر يخلي برشلونة يستغل هذا السحب إنه يضرب المساحة اللي تتوفر ما كان فيه فكرة واضحة من عندكم هذا الشيء لازم ينتبه له لأنه ديمبلي دائما لما يكون معها الكرة دائما حيقدر يعمل هذه البلبلة ودائما حيقدر يسحب اللعبين زي ما شفنا اليوم بمعظم اللقطات تلاتة على ديمبلي لكن هل فيه فكرة بعد ذلك؟ لا أما الفكرة الثالثة واللي هي ساعدهم فيها الحكم إنهم كانوا يرتكبوا الأخطاء على أي كل لعب بنجح في واحد لواحد ضدهم في التورث الأخير تحديدا أي لعب في التورث الأخير بمر بيعرفوا إنه هيك غلط هيك هيخرب التنظيم تبعنا ما بصير حدا يمر لازم نعمل فول يعملوا فول والحكم صبر كثير عليهم بالبطاقات وهذا الشيء ساعدهم يصمدوا صمود كبير بس فيه شيء يعملوا برشلونة خلا يفوز فعلا تحديدا في الشوطر الأول هذا الشيء أنه برشلونة عارف إنه هو اليوم بدنيا مش هيكون ميسي غايب بعض الأفكار ربما تحتاج لسه سياغة لكن كان عارف إنه فيه شغلة واحدة مهمة لازم يعملها وعملها 100% لازم إلتشي ما يطلع بالكرة أبدا تم خنق إلتشي حرفيا حاول يطلع على الأرض بوسكتش دائما تمركزه ممتاز ودائما ديونغو بدري بيضغطه بسرعة وبيستعيده الكرة هذا على الأرض ولما كانوا يلعبوا على الهوى أمتيتي وأراوخو دائما كانوا موجودين يستعيدوا الكرة الهوائية ويرجعوا ودصلوا الكرة لعيبة ألتشي وبلحظة الهدف كنت والله عم بكتب إنه الاستراتيجية هذه معناها ببساطة برشلون صحي مش قادر يخلق فرص بس شلط الأول إلا عبر تزديدات شفناها لكن هذه الاستراتيجية نهايتها حيضطر اللاعب ألتشي يرتكب خطأ لأنه خط الدفاع مش عم بيقدر يتنفس كل شوية الكرة عم ترجع له كل شوية الكرة عم ترجع له طبيعي يصير الخطأ وسبح الله جاء الخطأ وسجل دي يونج الهدف هذه قدرة افتكاك الكرة والضغط العالي المصحوبة بتمركز ممتاز للقضاء على أي فكرة مرتدنة من بوسكتش صراحة هم المفتحتة على الانتصار اليوم مفتاح الانتصار اليوم مش الهدف الأول بس ولا الهدف الثاني اللي سجله ريكو بويغ اللي أكيد سعيد له أنا لما يسجل لأني بحب هذا اللاعب بس المفتاح الأساسي إنه إنت أوكي مش بحالتك الهجومية 100% امنعهم على الأقل يلعبوا كرة قدم ولما منعتهم يلعبوا كرة قدم بالأخير الهدف سهل طول ما الكرة قريبة من منطقتهم مباراة اليوم كانت فرصة لأم تيتي قلت لكم حنرجع له أم تيتي اللي آخر فترة كان فيه انتقادات لللاعب اللي أخذ مكانه لينجلي كان فيه نوع من التدمر من الجماهير بسبب المدافع الفرنسي الآخر أم تيتي اليوم أخذ مباراة ثانية على التوالي وهذه من فترة طويلة لما بيبدأ مبارتين في الدورة وراء بعض في التمركز بالهجمات لما يكون قلت شي يقدر يوصل كان تماما ولما كان يصعد بالكرة كانت قراراته منطقية بلا أخطاء أم تيتي اليس محتاج وقت عشان للاقته البدنية عشان شجاعته بعد الإصابات اللي مر فيها بس خليل نحكي قدم مباراة يمكن أن يبنى عليها هل ممكن يرجع لمستوى القديم ما بعرف بس هو عم بحق يعني خليل نحكي بدأت الآن خطوات يحتاج فقط أن يبقى يشعر أنه جزء من المنظومة وممكن يوصل للي كان أم تيتي يوما ما 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 بتعرف طبعا شفنا معظم فترات اللقاء برايتوث على اليسار وصحيح الهدف جاء من تمرير برايتوث والانقطع الغلط يعني الهدف الأول بتكلم بس لازم أن نضح شغله بالمباراة الماضية كتير جربت هذه الفكرة وما كانت نتجيتها جيدة ولو نجحت مرة مش معناها أنه خلص ثبتها لأنه صراحة وجود برايتوث على اليسار بيخسر كتير الفريق من حيث السرعة على الجهة اليسرى بيخسر كتير الفريق من حيث حتى قيمته هو كرأس حربي تقليدي داخل الصندوق فدائما فيه قسائر كثيرة آه اليوم إجت الكرة وانصنعت لكن فيه خسائر أخرى بتصير نتيجة هذا التمركز عارف أنه ما فيه بدائل عارف ربما أفكار محدودة عندكما نتيجة الإصابات فلكن لما يرجع باتي يعني هذه الفكرة أكيد ما إلها داعي في كل مشهد من اللقاء كان برشلونة عم بيكون عنده فكرة هجومية مناسبة شفنا في البداية أخذ الأمور بهدوء لعند ما قدر يضغط بعدها نسدد حاول نسدد أكثر مرة شفنا بوسكتش ألبا بدري اللاعب عم بيسددوا أكثر نتيجة التمركز الدفاع الكبير لألتي وفي شوط الثاني أيضا شفنا الفريق عم بيحاول يرفع رتم شفنا بعد ما نزل ترينكا وبعد ما نزل ريكي بوي الأفكار عم تتغير كل شوي في متعامل مع مجرعيات اللقاء حتى التبديلات كانت كذلك هذا شوهن جيد صراحة نعم بيقوم فيه كومن بغض النظر أنه خسر السوبر ربما هذا بفسر الكلام اللي حكاها لابورتا أنه مدرب يحاوله قيام بأفضل شيء ممكن يعمله ضمن اللاعبين اللي معاه مباراة كانت مدارة بشكل صحيح بناء على الظروف بناء على أهمية الثلاث مقاطل يوم بغض النظر عن الخصب صح برشلونة ما صنع فرص كثير ربما إلى آخر ربع ساعة لكن برشلونة قدر يفوز وقدر يدير اللقاء برشلونة حافظ على تقارب لعبي بدري دي يونغ دائما هم حلقات الوصل ما بين خط وسطهم وخط هجومهم ما بين اليمين وما بين اليسار لسه محتاج الفريق يسرع أكثر لما يتحول من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين لكن بشكل عام يعمل تقدم معين في موضوع كرة القدم لسه بده شغل هذا أكيد وهذا اللي حشرحه في النقطة الأخيرة في الفيديو اليوم لازم نفهم أنه لكل نادي في كرة القدم فترة مشروع بالقمة بعدين بينزل برشلونة فعليا طالت فترة القمة أو الأهمية تاعته بالصدارة وبالقرب نتيجة جاء واحد احنا عارفينه كلنا اليونال ميسي الآن مع قرب يعني تقدم العمر تعلينيونال ميسي طبيعي تبلش الفترة تنزل هذا الطبيعي بكرة القدم اللي مش طبيعي تتوقع أنها تكون رادة الفعل فورية يعني هذا الرسالة لجمهير برشلونة لازم الآن نفهم كيف عم تشتغل مشاريع كرة القدم بايروم يونغ ما جاء بثلاثية السنة الماضية بيوم وليلة قعد سنتين ثلاثة عم بيزبط هون 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 بعدين قدر يصنع الفريق القابل لبربول نفس الشي كلوب مش بيوم وليلة سحر الفريق وصار أحسن فريق بأوروبا لمدة سنتين ماشي سر سيتي حتى نفسه لما رح الجوارديول عليه يحتاج الموسم الثاني حتى يقدر يوصل للفريق رغم أنه كان أصلا فريق كويس يعني كان لعب نصف نهاية دور أبطال وكان منافس عن دوري وكان كويس الفريق إذن المسألة الآن بدك تشوف تقدم تدريجي من موسم لموسم مع عدد فكرة تشتري عشر لاعبين لأنه ما في فلوس بالدنيا بتقدر تشتري عشر لاعبين سواء قبل كورونا أو بعد كورونا فالمهم بتقيس عدد الأشياء اللي بتحسن فيها الفريق هل الفريق بتحسن دفاعياً بتحسن هجومياً هل الفريق بفلسفة اللعب بلش يتضح شكله بلش يتضح هذه الأمور اللازم تقاس واحد اثنين ثلاثة لاعبين كم لاعب جديد عم بيطلع من الأكاديمية بيوفر عليك فلوس وبالتالي بتقدر تشتري جودة بتشوف كم معيان بس إذا أنا بدي أحكي شعور الصريح بمعك في شيء بذكرني فيه طبعاً التقدم البطيء أولها لكن ممكن تكون نقص صفقة صفقتين ويتغير الأمور في شيء بذكرني فيه بريكارد لكن طبعاً زمان عملت فيديو وقلت في شيء أيضاً نخوفني علي أن يصير فيه زي لو بوتيجي من كثرة الفرص اللي كانت نضيع لكن ربما الآن بطلت نضيع نفس العرب من الفرص مباراة كانت ممتازة على معطياتها على ظروفها باستثناء خطأ من جيزة اللي اللي وجد ينقذ برشلونة فيه نوصل هنا إلى هذا الفيديو اشتركوا الآن في قناة سيفيس بورد على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة